اشتركوا في القناة لو نتكلم عن الخلاص من الذنوب فنتكلم بإذن الله تبارك وتعالى عن المحاسبة والتوبة فمعنى المحاسبة وقوف العبد مع نفسه وقوف العبد مع نفسه لينظر في عمله من حيث موافقة أمر الله عز وجل وأمر النبي عليه الصلاة والسلام والقيام بما أوجب الله جل وعلا عليه والتزود للدار الآخرة إذن المحاسبة أن يقف الإنسان مع نفسه وينظر ما مدى موافقة ما يقوم به مع أوامر الله تبارك وتعالى وأوامر النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا يقوم بما أوجب الله عز وجل ويتزود إلى الآخرة أما التوبة فهي الرجوع إلى الله تعالى بالتزام فعل ما يجب وترك ما يكرهه الله عز وجل التوبة الرجوع إلى الله تاب فلان يعني رجع الرجوع إلى الله عز وجل بماذا؟ بالتزام ما أمر الله جل وعلا به وما يجب أن يفعل وترك ما يجب أن يترك علاقة المحاسبة بالتوبة المحاسبة لها صلة وثيقة بالتوبة المحاسبة لها صلة وثيقة بالتوبة إذا حاسب العبد نفسه تبين له التقصير في عمله وفي حق الله عز وجل وهذا التقصير وهذه المحاسبة تقوده إلى أن يعود إلى الله جل وعلا تكون المحاسبة سابقة للتوبة فالتائب قبل أن يتوب يحاسب نفسه فإذا أنبه الضمير عاد إلى العزيز الغفور سبحانه وتعالى حكم المحاسبة حكم المحاسبة عند التقصير في الواجبات والوقوع في المحرمات يجب على الإنسان أن يحاسب نفسه فإذا قصر في واجب أو ارتكب محرم وجب عليه أن يعود أن يحاسب نفسه والسبب في ذلك حتى يتسنى للعبد التوبة مما فرط فيه لماذا قلنا المحاسبة واجبة؟ من أجل أن يتدارك ما وقع فيه من الخطأ مسألة حكم محاسبة النفس على ترك السنن والنوافل وعند الوقوع في المكروهات ما سبق؟ الحكم السابق الوجوب عند ماذا؟ عند التقصير في الواجب أو فعل المحرم لكن المسألة هذه حكم محاسبة النفس على ترك السنن والنوافل وعند الوقوع في المكروهات فالحكم هنا مستحب إذن الإنسان لو ترك سنن فرضاً إذا لم يصلي سنة الفجر أو مثلاً لا سمح الله وقع في مكروه أكل مثلاً شيئاً له رائحة كريهة أو ما شبه ذلك فهنا ما الحكم أن يحاسب نفسه على هذا؟ مستحب والأصل في المؤمن أنه إذا قصر في طاعة الله سواء كانت واجبة أو كانت مستحبة الأصل فيه أن يحاسب نفسه الدليل على ذلك قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد وسبحان الله العلي العظيم يا نداء لمن؟ يا أيها الذين آمنوا نداء لأهل الإيمان أن يتقوا الله جل وعلا فهم أهل تقوى لأنهم أهل إيمان لكن وجب عليهم أن يزدادوا في تقوى الله جل وعلا وأيضاً والتنظر نفس ما قدمت لغد ما هو غد؟ غد يوم القيامة وسمي يوم القيامة بغد لقربه فمهما عاش الإنسان في هذه الدنيا فسوف ينتقل إلى الآخرة إذن والتنظر نفس ما قدمت لغد هنا والتنظر نفس هذه المحاسبة إذن الإنسان يجب عليه أن يحاسب نفسه ليستعد ليوم القيامة حكم التوبة واجبة والدليل على ذلك قول الله جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون لأن في التوبة الفلاح في الدنيا وفي الآخرة وقال النبي عليه الصلاة والسلام فكيف بمن يعص الله عز وجل في قوله وفي فعله في تصرفه فهو أحرى أن يتوب إلى الله جل وعلا وأيضاً أجمع العلماء على وجوب التوبة إذن حكم التوبة الوجوب ما الدليل على ذلك؟ الكتاب والسنة والإجماع الكتاب والسنة والإجماع أهمية المحاسبة هل للمحاسبة أهمية؟ الجواب نعم فهي طريق لاستقامة القلوب وتزكية النفوس الإنسان الذي يحاسب نفسه فإنه قد سلك طريق الاستقامة وتزكية النفس أيضاً دليل على صلاح الإنسان وخوفه من الله تعالى طريق للتوبة إذن أهمية المحاسبة من حاسب نفسه فقد سلك الطريق الصحيح وأيضاً سعى في إصلاح نفسه وفي خوفه من الله جل وعلا وسلك طريق التوبة فضل التوبة هل الإنسان إذا تاب إلى الله عز وجل هل لهذا العمل فضائل؟ الجواب نعم أول الفضائل محبة الله تعالى للتائبين وإذا أحب الله العبد فلا تسأل عنه وليس العجب أن يحب المخلوق الخالق جل وعلا وإنما العجب أن يحب الخالق المخلوق إذن من تاب إلى الله جل وعلا فقد نال محبة محبة الله عز وجل أيضاً مغفرة مغفرة الله عز وجل لسيئات التائبين وإذ خالهم الجنة إذا تاب الإنسان فإن الله جل وعلا يغفر له السيئات ومن تاب تاب عليه لا يعني الإنسان إذا هاجر من بلد الكفر إلى الإسلام إلى بلد الإسلام غفر الله ما تقدم قبل الهجرة والإنسان إذا تاب إلى الله عز وجل وحسنت توبته وكان صادقاً في التوبة غفر الله له السيئات أيضاً فرح الله تعالى بتوبة عبده وسوف تأتي الأدلة فالدليل على أن من فضل التوبة محبة الله عز وجل التائبين قوله سبحانه وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فهنيئاً لمن سلك هذا الطريق ونال محبة رب العالمين جل وعلا والدليل على أن من فضل التوبة مغفرة الذنوب مغفرة أن الله عز وجل يغفر السيئات التائبين ويدخلهم الجنة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار فهنا التائب يغفر الله جل وعلا ذنوبه والتائب يدخله الله عز وجل الجنة الدليل على أن من فضل التوبة فرح الله تعالى بتوبة عبده الحديث المشهور المعروف قول النبي عليه الصلاة والسلام لَاللَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كان على راحلته بأرض انفلاه فانفلتت منه وعليه طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاتجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح يا له من مثال عجيب رجل على راحلته في أرض انفلاه ثم جاء في ظل شجرة ونام فانفلتت الدابة وعليها الطعام والشراب فلما استيقظ المسكين فإذا به لم يجد الدابة ينظر يمينا شمالا أمام ينظر إلى الخلف لعله أن يجد الدابة ثم لم يجدها حتى وصل إلى مرحلة اليأس يأس من أن يجد الراحلة ثم إذا به يتجع فإذا به تعود إليه الدابة فمن شدة الفرح أخطأ فماذا قال؟ قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك سبحان الله كلمة خطيرة جدا بل كلمة لو قيلت في حالة اطمئنان كفر بها الإنسان لكنه من شدة فرحه بدابته قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح فهذا فالله جل وعلا أفرح بتوبة عبده من هذا بدابته شروط صحة التوبة لا شك أن التوبة التي بهذه المنزلة العظيمة وبهذه الفضائل الكثيرة لها شروط أول الشروط الإقلاع عن الذنب من أراد أن يتوب إلى الله جل وعلا فأولا لا بد أن يقلع عن الذنب فمثلا أكرمكم الله شارب الخمر لو جاء في قلبه أن يتوب إلى الله عز وجل فعليه أن يقلع عن الشرب سامع الغناء إذا هداه الله عز وجل من أجل أن يبتعد عن هذا المنكر فإنه لا بد أن يبتعد عنه ويقلع عنه فالإقلاع عن الذنب الندم على ما فات من مقارفة الخطايا الشرط الثاني أن يندم أنه فعل ما مضى فعل هذه المعاصي فيما مضى إذن الندم على ما فات العزم الصادق على عدم العودة إلى الذنب إذن الأول الإقلاع الثاني الندم الثالث العزم في المستقبل أن لا يعود إلى المعاصي الرابع أن يكون ترك المعصية لأجل الله عز وجل ما ترك المعصية خوف ولا رياء ولا سمعة وإنما ترك المعصية لأجل الله عز وجل الشرط الخامس إن كان الذنب حقا للآخرين لزمه إعادته إليه إن كان هذا الذنب أو هذه المعصية حق للآخرين وجب عليه أن يعيد الحقوق إلى أهلها من أراد إعادة حق للآخرين لكنه لم يجدهم أحياء فأضرب مثال لو سرق من شخص ثم مات هذا المسروق وأتى السارق وتاب إلى الله عز وجل سرق مثلا مالا فالواجب عليه أن يعيده إلى ورثة الميت إذا لم يجده وجب عليه أن يعيده إلى ورثة الميت من أراد إعادة حق الآخرين إلى الورثة لكنه لم يجدهم لم يجد الميت ولم يجد الورثة فما الحل؟ الحل أن يخرج هذا المال المسروق بنية أنه للشخص يعيده إلى حقه فيتصدق به على أصحاب الحق ما على العبد بعد التوبة؟ شخص أراد الله عز وجل له الخير فتاب من المعصية فماذا يجب عليه بعد التوبة؟ يجب عليها الإكثار من الطاعات لماذا؟ لأن المعاصي والمنكرات نقص في حق الإنسان فيحاول قدر المستطاع أن يكثر من الطاعة علّه أن يتدارك ما مضى إذن الإكثار من الطاعات وكثرة الدعاء عليه أن يكثر الدعاء وكذلك عليه أن يجانب ما يدعو إلى معاودة المعصية سواء من أشخاص أو أزمنة أو أماكن فالواجب عليها أن يبتعد عن هذا المكان الذي يذكره بما مضى من المعاصي وأيضا عليه أن يجانب أولئك الذين يعينونه على المعصية وأوضح مثال قصة قاتل المئة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين رجلا ثم أراد الله عز وجل وقال له الخير أن يتوب فإذا به يذهب إلى عابد ثم يسأله هل لي من توبة فلما فكر العابد في تسعة وتسعين نفس قال ليس لك توبة فهذا القاتل قال ما الذي إذن أبقاك أيها الجاهل فقتله وكمل به المئة ومع ذلك ما زالت نفسه تراوده بالتوبة فإذا به يسأل عن من يدل على التوبة فدل على عالم فلما ذهب إليه قال وما الذي يحول بينك وبين التوبة ثم أمره بأمر عظيم أمره أن يغير ماذا الأرض التي كان يعص الله عز وجل فيها ثم دله على أرض كان فيها عباد لله عز وجل ثم إلى آخر القصة فهذا دليل على أنه ينبغي للتائب أن يجانب الأرض أو المكان الذي يذكره بما مضى من المعاصي أو يجعله يقع فيها زمن التوبة المرء محتاج إلى التوبة دائما هل للتوبة زمن الجواب الواجب على المسلم أن يكثر من التوبة وإذا قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كما ورده في الحديث يتوب في اليوم مئة مرة فماذا يقال لنا ونحن نعص الله عز وجل والسبب لأنه لا يخل أحد من تقصير بحق الله عز وجل الإنسان ليس معصوم والإنسان يقع في الخطأ ولا يوجد من هو معصوم إذن ما الحل الحل أن يتوب إلى الله عز وجل والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق يستغفر في اليوم مئة مرة وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة زمن التوبة جميع حياة ابن آدم فأنت أيها الإنسان ينبغي لك أن تكثر من التوبة وأن تستغفر الله عز وجل وجاء في الحديث إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها لكن هناك زمن لا يقبل فيه التوبة وقت الاحتضار إذا كان الإنسان في وقت الاحتضار فهنا لا تقبل التوبة الوقت الآخر طلوع الشمس من مغربها فهذان وقتان لا يقبل فيهما التوبة عند وقت الاحتضار ووقت ماذا طلوع الشمس من مغربها السبب في أن وقت الاحتضار لا يقبل فيه التوبة لأنه إذا بلغت الروح الحلقوم لم تقبل التوبة ما الدليل؟ الدليل قول الله جل وعلا وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر حدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما وقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر والغرغرة هي انتهاء أو خروج الروح من الجسد والدليل على أنه إذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل التوبة قول النبي عليه الصلاة والسلام من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه فهذا دليل على أن الإنسان إذا طلعت عليه الشمس من مغربها لا يقبل منه التوبة الأمور الصارفة عن التوبة أولا الاعتماد على رحمة الله تعالى وعفوه مع الغفلة عن عقابه بعض الناس تجد أنه يعتمد على رحمة الله فكلما عصى وقيل له تب إلى الله قال إن الله غفور رحيم إن الله واسع المغفرة إن الله يتجاوز عن عباده إن الله أرحم الراحمين لا شك عند المسلم بهذه المعاني وأن الله رحيم لكنه شديد العقاب فالإنسان الذي يعتمد على رحمة الله وعفوه مع الغفلة عن عقابه هذا الاعتماد يصرفه عن التوبة الثاني التسويف فتجد أنه يسوف يقول سوف أتوب إذا بلغت الثلاثين سوف أتوب إذا بلغت خمسين سوف أتوب إذا انتهيت من هذه المعصية سوف أتوب إذا حصلت على الأموال الربوية سوف أتوب إلى غير ذلك فهنا التسويف يصرفه عن التوبة الإنهماك في متع الحياة والغفلة عن الآخرة الإنسان المنهمك في هذه الدنيا بزخارفها وينسى الآخرة فسوف ينصرف عن التوبة استغصار أن الإنسان ينظر إلى الذنب أنه صغير والمنافق ينظر إلى ذنوبه مثل الذباب يمر على أنفه فيقول به هكذا أما المؤمن فينظر إلى الذنب حتى وإن كان صغيرا كأنه جبل عظيم يخشى أن يسقط عليه لو كان هذا المعيار عند الإنسان لعلم أنه لا يلتفت إلى صغر الذنب وإنما ينتبه إلى عظمة من يعصي جل وعلا الاقترار بفعل الحسنات ونسيان الذنوب يمن الله عليه بأنواع من أنواع الطاعة فيقتر بها فيقول مثلا أنا والله أختم كل ثلاثة أيام ومع ذلك يقع في المعصية فيترك الوقوع في المعصية ويغتر بفعل حسناته مصاحبة المصرين على المعاصي تجد أنه يجالس أولئك العصاه المجرمين ولا شك أنه يصعب عليه أن يتوب ومصاحبة أولئك تصرفه عن التوبة قنوط المذنب من رحمة أرحم الراحمين بعض الناس يصل إلى مرحلة يقول أنا عصيت وعصيت وعصيت ثم يقنط من رحمة الله عز وجل ولذلك يجب على المسلم أن لا يقنط من رحمة الله مهما وقع في معصية مهما فعل من إجرام فإنه يتعامل مع أرحم الراحمين فعليه أن يتوب لله عز وجل يقول الله تبارك وتعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ذكرى هادم للذات ويقول ابن مسعود رضي الله عنه إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا وأشار الراوي على فوق أنفه إذن هذه الأمور التي تصرف الإنسان عن التوبة ذكرنا أيضا منها أن الإنسان يصل إلى مرحلة أنه يقنط من رحمة الله والله جل وعلا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم مهما عملت من معصية فإن الله عز وجل يقبل التوبة أما الآثار المترتبة على المحاسبة والتوبة فتحقيق سعادة الدارين ونيل رضا الله تبارك وتعالى ومحبته الاطلاع على عيوب النفس إخلاص النية لله استشعار الهدف الذي خلق من أجله الاكتهاد في الطاعة البعد عن المعاصي صغيرها وكبيرها الزهد في الدنيا مراقبة الله تبارك وتعالى الإنسان الذي يحاسب نفسه ويتوبل الله عز وجل يحقق هذه الأمور العظيمة إذا أدرك الإنسان تقصيره في جنب الله قاده ذلك إلى أن يبذل أن يبذل المزيد من الجهد أن يتدارك النقص يستعد أكمل أكمل الاستعداد ليوم المعاد ينال رضا الله تعالى ومحبته وهذه تعليلات لأن الإنسان أو آثار المترتبة على التوبة والمحاسبة هنا بعض الذنوب وكيف أن الإنسان يقلع منها فمثلا الغيبة التوبة من الغيبة الإقلاع عنها الندم على ما فات العزم على عدم العودة تركها لله عز وجل طلب السماح ممن وقع في غيبتهم إذا لم يترتب على ذلك ضرر النميمة كذلك يحقق فيها شروط التوبة أكل أموال الناس بالباطل يحقق شروط التوبة السابقة ويضاف إليها لا بد أن يعلم أن هذا المال سوف يحاسب عنه يوم القيامة من أين اكتسبه وفيما أنفقه التدليس في البيع أيضا يحقق شروط التوبة السابقة هناك عدد من الأمور والموانع التي تصرف على المحاسبة سبق ذكرها هذا تقييم على ما مضى وخلاصة القول أنه ينبغي لنا أن نتوب إلى الله عز وجل الواجب على المسلم أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى من أي ذنب بل حتى لو ينظر لنفسه أنه لم يقع في ذنب وهذا مستحيل لأن الإنسان سوف يقع في خطأ حتى لو حس من نفسه فعليه أن يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه لأنه إما قصر في واجب أو في مستحب أو وقع في محرم أو مكروه أو ضيع فرصة في هذه الحياة فينبغي للمسلم دائما أن يستمسك بالاستغفار وطوب لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا وبهذا ينتهي الدرس أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من التائبين وأن يغفر لنا أجمعين وصلى الله وسلم على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر